اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا في كثير من اللي بتابعوا ما بيعرفوا انه احنا في السن الماضي كنا نعلق على بعض الاشخاص او المدعين او النصابين او المحتالين او اللي بيستغلوا الناس او اللي بلعبوا بمشاعر الناس او او الى ما لا نهاية لمن هم مش علاقة بعلم الفلك نهائيا يعني بس هم بروح بجيب له كتاب بصير يقرأ منه بسمع له مقالة بصير يحكي فيها طبعا بيحكي باشيه هو يقارؤه بس مش فاهمه يعني حافظ مش فاهم فهذه وراء الله يهديهم وان شاء الله انه ربنا بفتح عليهم وبصيروا يفهموا ويحكوا باللي ايش اللي يعني الصحيح يعني مدامك تعبان تعب وتعلم ايش صح يعني ويحكي ايش صح بس هذه النقطة جماعة اللي سألوني او السؤال اللي نحط مثلا اا اللي بيقرأوا على الملح اللي بيفتحوا بالفنجان او بالفلجال او في المش عارف ايش واللي اا وجماعة الاستخارة والخيرة والمش عارف ايش والحكي هذا كله احنا يعني هذا اشي فيش قاعد علمية يعني ما في قواعد علمية في الموضوع فعشان هيك تسألوني انا انا بحكي باشي علمي يعني اشي مبني على علم بحكي فيه عما ان اشي مش مبني على علم اا مش هده اقول اني انا بعرفش فيه انا بعرف فيه اكثر من اللي بحكوا فيه بفضل الله عز وجل طبعا ولكن مش بالطريقة اللي هم بحكوا فيها فكل واحد بعجبوا شغله بروح بقول لك نسترزق الله يعني يرزق الجميع انا ما بحارب بالرزقة ولكن انا من وظيفتي لما انسى السؤال اجاوب فقراءة الملح نصب اختصر للكم اياها واللي بيقرأوا على الملح نصب واللي بيشجعك على انه موضوع الملح ورش الملح وبالزوايا ملح والخل والملح وبطهر البيت من الملح والخل والملح وللعين وللحسد وللنصبين وكذابين وجاهلين وبفهموش اي اشي في الامور هاي وللعلم يعني بديش اخوه يعني هذا موضوع بطول شرحه ولكن بما انك انت بتحط مادة من المفروض انه يكون لها شيء مشاع يعني شيء بضر فالملح في ايش بضر يعني الملح بسحب المي ولكن ما بسحب الطاقة ولا بسحب الطاقة السلبية واللي بقول انه بتسحب الطاقة السلبية واللي مش عارف ايش لا هي بتثبت الطاقة الملح لتثبيت الطاقة لا لزيادتها ولا لنقصانها فهو يعتبر مادة تثبيت مش مادة لا ازالة ولا مادة زيادة بس هاي نقطة للي بيقرأوا حالهم ببيته تحت راسهم وبسوه مش عارف ايش وبرشرشوا في الزوايا وبجيبوا بشطفوا بالملح هذا عملنا حلقاتي كثير عن الموضوع هذا فما بديش اخوذ فيه مرة ثانية وفي سؤال ثاني بلاش نعمق كثير في هذارك عشان هسا ما نبلش بقصف الجبهات وبعدين يصروا يعملوا تقارير فيه وبلغات ونرجع من اول وجديد زي ما صار فينا الفترة الماضية ولكن اعتقد انه واضح الكلام السؤال الثاني اللي هو اذا كان الزهرة محترق او اذا كان القمر محترق فالزواج بيصير باطل او بتطلق او بيؤدي للطلاق او بوصل للطلاق او مش عارف ايش كله هذا كلام فاضي فتسأل نفس الشخص هذا اللي بيقول لك هيك قل له طب شو حلها بيقول لك الخرزة الفلانية وانا ببيعها وعند الأصليات ومضمونة ومكتوب عليها ومنجمة ومش عارف ايش يعني هو بده يبيعك سلعة يعني هو قال لك مش مزبوط او قال لك بصير الطلاق عشان يخوفك عشان انت ترجع دوله والحل اقول لك الحل بتدفع مصاري الحالات اللي بتسبب انتحاسة الزواج نية الشخص انه ينوي على عقد الزواج في فترة خلو المسار يعني انا في فترة خلو المسار واحدد فترة كتب الكتاب او الطلبة او الزواج في فترة خلو المسار وتمموا في فترة خلو المسار فهذا يعني بعمل نحوسة على الزواج فترة تراجع وطارد فترة تراجع وتراجع الزهرة تراجع مش احتراق ولا اقتران ولا زوايا ولا اي شي يعني فترة ما يتراجع لانه بكون بكامل نحوسة الكوكب فعشان هيك هاي الفترات دائما في فترة تراجع الزهرة وطارد منقول انه فترات لا تصلح للزواج الان في منازل للقمر منذكرها احنا كل يوم منزلت كذا منزلت كذا هاي لا الربح هاي لا الخسارة هاي لا السموم هاي لا كذا كذا برضو المنازل الها دور ولكن ما بتدل على انها راح يصير في طلاق يعني هي من فضل انه تختار الوقت المناسب عشان الامور تصير كلها مناسبة وتأخذه بالاسباب ولكن موضوع انه انا مدام اتزوجت في فترة العقدة مش عارف ايش فهو باطل لا انت بتشحن حالك بطاقة ايجابية وتويقن بالامر وبصير العمر نافذ لانك انت ايقنت على الموضوع فبنفذ العمر فبصير فشل فبتعلق انت مش على حياتك ولا على حياة الازواج ولا على انهم اثنين بتوافقوش ولا انه ابراجهم ما بتتوافق مع بعض بصير ترجع لا لانه كان محاق لانه كان في منزلة كذا لانه كان في مش عارف ايش فعشان هيك تفائلوا بالخير تجدوه الموضوع مش موضوع معقد موضوع اخذ بالاسباب لما نحكي عطارد والزهرة اي واحد فيهم بتراجع هاي فترة منتحسة كبيرة واحتمالية فشل الزواج واردة هي للاشخاص اللي اساسا بكون ما في اتفاق ما بينهم فلك يعني برجين ما بتفقوا مع بعض واجوا تجوزوا يعني بتكون الحياة دوبها على كف عفريت وقفة وتيجي انت تختار وقت كمان مش مناسب ففترة الطلاق او الفصال بتصير ارجح يعني فشل الزواج بصير ارجح لهذا الموضوع ولكن اثنين متفقين زهرتهم مع مريخ الطرف الثاني قمروا مع الزهرة مع المريخ مع هدولا عاملين زوايا ايجابية والتوافق ما بينهم نسبة عالية جدا مش ضروري ممكن يصير فيه مناوشات زعل عتب ولكن ما بتوصل الامور لأمور انه يفشل الزواج كله لاجل خلوم مسار او لاجل منزله ولكن انت بتاخذ بالاسباب عشان هيك احنا مندلك على الاخذ بالاسباب مش يقينا بانه هذا الامر راح يتم ممكن يصير مع 10% ممكن يصير مع 40% ممكن يصير مع 60% ممكن في فترات يصير مع 100% ولكن انه ما بناخذ احنا بكل الاشياء السلبية احنا دائما بنبحث عن ايجابية اللي هي انا بدرس المشروع بحط دراستي بحط كل خبرتي بختار الوقت وبختار الاشياء كلها هاي عشان املا بانه ينجح هذا الزواج بدون اي احتمالية للخطأ باخذ بكل الاسباب ولكن انه اعلق اي خطأ على انه لا لانها الزاوية هاي لا ممكن انت اللي فيك الخطأ ممكن الطرف الثاني اللي فيه الخطأ اتمنى اني اكون انا وصلت المعلومة واتمنى انه فهمتوا علي شو اللي انا بقولو لا هي بشخص انه يختار لك ولا يحدد لك ولا يعالج لك وهاي صفيحة مش عارف ايش وهاي قطعة مش عارف ايش بتسوي لك والحجر هذا بعطيك الطاقة وبفتح لك البواب وبرد زحل وبشي لك نحوس الكوكب الفلاني كل هذا نصب واهتيال بعدين احنا شوي شوي كل ما اجت اسئلة حتى لو سألت عن الاحجار الكريمة واثارها وشو بتسوي رح نشرح رؤوس اقلام عن هذا الموضوع نفهمكم اياه ولكن نكتفي بهذا المعلومات اللي اعطيناها اليوم خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا توقعاتنا اليوم ليوم الجمعة 26 8 26 الشباط القمر اليوم موجود في منزلة الزبرة وهي حكينا للربح والحرية والصلاح والاصلاح رح يمكن فيها حتى تمام الساعة 22 و23 دقيقة من صباح يوم الجمعة 26 2 بعدين في ساعة الصباح بنتقل لمنزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب واصلاح بين الشركاء وثبات الموظفين طبعا القمر بما انه اليوم موجود بالاسد ورح ينتقل في ساعة المساء للعذراء فمن الان لغاية ساعة المساء القمر موجود بالاسد بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستكمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا زاوية فلكية قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام ساعة 11 و 31 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب ويتفشش في الحبيب أو في أي شخص طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة يعني الساعة 11 و 31 دقيقة ظهرا بيبدأ خلو المسار بيستمر حتى تمام الساعة 5 و 6 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذرة هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم البدء يعني إذا أنت ناوي على موضوع بادئ فيه قبل خلو المسار وأجي خلو المسار بتكمل ولكنك تبدأ في أمر في فترة خلو المسار مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زوج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني لا تصلح الساعة 5 و 6 دقائق مساء يعني بتوقيت الأردن الساعة 7 و 5 مساء بعد العشاء بيصير انتقال القمر بيصير في العذراء ولما ينتقل القمر على العذراء جميع الأبراج منعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بهمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك وردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود هذه أفضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين وشرب الكحول ووسعنا اقتناع حيوان أليف ومطالعة كتاب موفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا بالنسبة للزاوية التي تليها بعد ما يستقر القمر بشكل زاوية التقابل السلبية برضو رح تكون بين القمر وبين الزهرة فزاوية التقابل السلبية هاي بصير الساعة سبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفي إذ يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالعذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد ثمانية وعشرين اثنين بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيستمر حتى تمام الساعة سبعة وستعشر دقيقة مساء لا ينتقل لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر اليوم القمر انحسار المكتمل خمسة عشر يوم في تمام الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بيصبح ستعشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا ممكن أنه أنا أقول وبكرة تلاقوا أنه نفس الانتحاسة أو بعده نفس الانتحاسة احنا بنحكي عن كل يوم بيومه ممكن بكرة تتغير ممكن الأجواء تصير إيجابية ممكن الانتحاسة تمد أو تقصر ممكن الانتحاسة تستمر شهر أو السعودة تستمر شهر ولكن أنا بحكي عن اليوم تحديدا الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة سبعين في المية ولكن كل ما اقتربنا لساعات المساء بتصير تقل النحوس هاي لا تصل لخمسة وأربعين في المية يعني مزاجها سعيد طول اليوم بالنسبة للقمر موجود بالأسد ودي انتقل للعذراء ورح يستمر في العذراء لا يوم ثمانية وعشرين اثنين منتحس بنسبة ستين في المية الان ولكن مع اقتراب ساعات المساء بصير منتحس بنسبة عشر في المية اما بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم خمسة عشر ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة وعشرين اثنين الان منتحسة بنسبة عشر في المية مع اقتراب ساعات المساء اتصل لصفر انتحاسة صفر يعني بده يبلش يتحول للسعودة المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية اورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي حتى يوم سبعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن لساعات المساء الأجواء جيدة جدا دعميتك بشكل قوي بتحس اليوم أنه فيه نوع من أنواع التغييرات الإيجابية أو عندك طاقة إيجابية أو حيوية زيادة ممكن بعض المحبطين عاطفيا يتفششوا بأحبائهم أو ممكن نشوي يكون عندهم نوع من أنواع الحدية ولكن الأجواء إجمالا فيها نوع من أنواع الإيجابية خلال هذا النهار بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا تحمل بعض المكاسب أو الفرص المالية ولكن في لحظات ممكن أنه تنضغطوا ماليا أو تتفششوا أو يصير رغبة عند كل صرف الفلوس انتبهوا على أموالكم من البذخ أو المصاريف أو المشتريات الغير ضرورية وبرضو من ضياع الفلوس أو المغامرة أو المجازفة بالأمور المالية بشكل سلبي في الساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية ممكن أن تحقق بعض المكاسب الجيدة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتركز على التنقلات والاتصالات والنقاشات والامتحانات وكلها إيجابية يعني اللي عنده امتحان أو مقابلة الأجواء بتدعمك برضو سرعة البديهة عندك عالية التركيز قوي في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأمور بامتحانات أو مناقشات أو تسويق لبعض الإشي أو محاولة إقناع بعض الأشخاص بفكر معين ولكن بدون عصبية بكون أفضل بالنسبة للبيت الرابع الأجواء هنا بتركز على مسائل بشكل قوي جدا إلها علاقة بالبيت فعشان هيك حاولوا إنه تركزوا على كل شيء له علاقة بالبيت أو مثلا موضوع عائلي اجتماع فكرة معينة لقاء أو قلق على صحة أحد أفراد العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع التقلم حاولوا بس إنكم ما تهملوا واجباتكم البيتية أو العائلية بالنسبة للبيت الخامس طبعا القمر موجود فيه زي ما حكينا منتحس وبتقل انتحاسته فعشان هيك اليوم رغم انتحاسته ولكن وجوده بالنسبة للحمل إنه بتشتد رغبتهم في التقرب من أحبائهم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية ممكن اليوم شوي هيك تكون مشرق زيادة وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وبرضو جيدة هي لا أمور إلها علاقة بالتواصل مع الأحبة ولكن مش مناسبة للنزوات أو المغامرات العاطفية في ساعات المساء القمر بنتقل بصير بالعذراء في البيت السادس فعشان هيك بتصير الفترة هاي بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم أكثر من المعتاد بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها ممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل العلاجية أو الاستشفائية أو مراجعة بعض الأطباء بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتركز على العلاقة ما بين الشركاء لأجواء جيدة للعمل المشترك أو حتى للتواصل ما بينكم بين الشركاء في تناغم وانسجام جيد وبرضو في أمور لها علاقة بالتواصل الإيجابي ممكن تحمل مصالحة أو تراجع عن قراءة سابق ولكن بتكون تنتبهوا إلى طاقتكم ممكن في بعض اللحظات تحس أن طاقتك ضعيفة بالنسبة للبيت الثامن الأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى الأمور الأموال المشتركة كأنه موضوع محير لإلك أو عليك بعض الالتزامات أو الدفعات أو ممكن يكون بعض الاهتمامات حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد ما في داعي للمجازفة أو المغامرة وفي نفس اللحظة إذا كان في مشروع أو فكرة معينة حاول أنك تستشير أهل الإختصاص فيها بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد واللي عندهم امتحان أو عندهم مقابلة اليوم رح يبدعوا بشكل جيد ولكن إذا كان الأمر بحاجة لتوقيع على أوراق حاول أنه يكون مش بفترة خلو المسار الأجواء برضو على مستوى الأوراق القانونية اليوم برضو بتحمل أشياء إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ما زال فيها بعض الضغط على مستوى بيت السمعة إلا موليد العشرية الثالثة هم أكثر المستفيدين ممكن اليوم يناسبك لأمور نقاش حوار تواصل بشكل جيد مع رؤسائك أو زملائك بالعمل ولكن حاول أنك ما تشوه سمعتك موليد العشرية الثالثة بتفتح مجالات إيجابية لتقديم فرص العمل أو المقابلات أو تعزيز العلاقة مع بعض المسؤولين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتسبب نوع من أنواع الضغط الضغط هذا بيركز على أمور إلها علاقة بعلاقتك بالشركاء أو بأصدقائك ممكن شوي يكون في بعض السلبية أو الحدية بالتعامل أو الاستياء من تصرف أحد الأحبة أو خد لانك في مسألة معينة أو محاولة فرض السيطرة عليك من أحد الأصدقاء بيتدخل في شؤونك هذا الإشي ممكن يزعجك ممكن تضوج بسبب كثرة الناس أو باتصالات أو شغلة زي هيك فبتلاقي طاقتك مش مستقبلة للعلاقات الاجتماعية بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء هنا بتركز على بيت المتاعب بشكل كبير حاولوا أن تراقبوا غذائكم وصحتكم إن شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا طبيبكم وفي نفس اللحظة بتحمل هذه الفترة نوع من أنواع القلق على صحتكم أو على صحة أحد الأحبة برج الثور طبعا ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الإرباك أو المعلومات اللي بتتعلق بأفراد العائلة أو الضغط اللي بيتعلق بأفراد العائلة أو المنزل يعني شوي بتجد أن الظروف أو المعلومات أو الأحداث اللي بتصير شوي بتكون ضغطيتك السبب أنه وجود القمر في الأسد هو تربيع مع برجك فعشان هيك بيكون في ضغط وتوتر أو الأمور ما بتكون ماشية معك بشكل اللي أنت بدك إلا إذا طالعك يختلف عن هذا الموضوع بتجد أنه في بعض الراحة عندك ولكن إجمالا موليد برج الثور بالفترة هاي يعني بشعروا بنوع من أنواع الإرباك وتركيزهم بكون على المسائل العائلية بشكل أكبر بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا بتركز على الأمور المالية في فرصة أو فرص لا تحصيل مكاسب مالية أو اهتمامات مالية بشكل كبير وفي منكو ممكن يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدفعات أو ترتيب وضع مالي معين أو مشروع أو فكرة معينة أهم إشي إنكم ما تبلغوا بمصاريفكم أو دفعاتكم أو نفقاتكم بالفترة هاي نظم أمورك المالية بشكل جيد بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتجعل المزاج عندك متقلب في نوع من أنواع العصبية الحدية بتكون شوي مضغوط ممكن مرتبك عندك كثير من المشاوير أو الاتصالات اللي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإرباك بدك إدارة الوقت هي المهمة خلال هذا اليوم حاول قدر الإمكان أنك ترتبها بشكل جيد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة لك تركز وما تعتمد على الحد وفي نفس اللحظة إذا كان عندك تنقلات انتبه أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع فتحتل الأمور البيتية زي ما حكينا والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم ممكن تجدوا بعض التعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي برضو بتحمل مصاريف إضافية في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الخامس طبعا الأجواء بتصير إيجابية أكثر ممكن في هاي اللحظة تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وبتحمل لك برضو انفراجات وتطمينات ورومانسيات بشكل كبير فحاول إنك تستغلها ولكن في ساعات النهار بدك تحذر من سوء تفاهم أو ممكن هيك مناكشة أو مناكفة بسيطة تصير ما بينك وبين الحبيب بدك تحذر من أي سوء تفاهم ما بينكم حاول تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالصحة الأجواء جيدة ولكن ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة ممكن تهتم ببعض المسائل الصحية اللي بتتعلق في أشخاص كزيارة مثلا أو اهتمامات بعلاجات أو أدوية برضو الأجواء جيدة على مستوى العمل ممكن إنك اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأجواء شوي بنقصها الحيوية يعني شوي بتحس الأمور ضاغطة أو في خلاف أو نقاش أو سهل إنك أنت تتوتر من أي تصرف حساسيتك بتكون زائدة ضبط الأعصاب مطلوب الحكمة هي اللي لازم تتحرك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالأموال المشتركة فممكن اليوم تنشط في تحصيل بعض الأموال أو إنك ترغب في إنجاز بعض الأمور المالية المشتركة أو تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم إن ساعت لمشروع معين أو تحصيل بعض الأموال اللي لإلك ولكن عند توقيع الأوراق احذر من فترة كله المسار بالنسبة للبيت التاسع الأجواء تقريبا بتحمل إيجابية عندك اليوم مش بالشكل القوي ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة وخصوصاً اللي بدرسوا جامعة بدهم يستعدوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظ مواليد العشرية الثالثة هم أكثر المستفيدين يعني الحظ بدعمهم بشكل قوي وممكن ينجزوا بعض الأمور أو اتصالات أو مسائل إلها علاقة بالسفر بتكون جيدة ولكن العشرية الأولى والثانية ممكن شوي يسمعوا بعض الأخبار أو يتوتروا من بعض الأمور اللي بتتعلق بأوراق قانونية أو معاملات أو حتى نقاشات حادي بينهم وبين أجانب أو أشخاص من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعاً بيت السمعة بقول لك دير بالك من المجازفات والمغامرات والمشاحنات ويعني ممكن هيك يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين مسؤول معين بدك تضبط عصابك حاول تخلي التفاهم هو الطاغي أو هو المركز خلال هذا اليوم يعني ما في داعي لأي حدية بالطبع بالنسبة لبيتك 11 الأجواء تقريباً فيها إيجابية وبتدعمك بقوة على مستوى أمور إلها علاقة بالأصدقاء والمعارف وبتعمل تقارب جيد وممكن تنجز بعض الأمور لمساعدة صديق لإلك أهم إشي أنك أنت تستغل علاقاتك الاجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء خالية من تأثيرات الكواكب ولكن إجمالاً هي بتحمل نوع من الأنواع الإيجابية على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل أهم شيء أنك ما تراكم الأعمال عندك إنشط حاول تحل كل أي شيئك أو كل الأعمال الموكلة لإلك برضو بتحمل قلق على صحة أحد الأحبة أو اهتمامك بصحة أحد الأحبة برج الجوزة طبعاً اليوم الطاقة عالية جداً ورغبتك بإنجاز كثير من الأمور برضو ممتازة جداً عندك اليوم كثير من الحركة والنشاط والاتصالات على أنواعها ولكن حاول أنك ما تفقد السيطرة على عصابك أو تعصب لأن القمر شوي فيه انتحاسة فعشان هيك هذا الشيء ممكن يضغطك ويخليك تلجأ لاستخدام البيت الثاني اللي هي الأمور المالية كمصريف أو دفعات أو تتفشش بصرف الفلوس أو تحاول أنك تجاري وضع معين فتصرف الفلوس بدون حساب حاول قدر الإمكان أنك تراقب أمورك المالية وحاول أنك ما تندفع وتتهور وبرضو حاول أنك ما تجازف وما تغامر أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعاً القمر موجود فيه بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج فيه نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر عالية جداً باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك يعني الأجواء نشطة جداً أهم شيء زي ما حكينا ابعد عن العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعاً بتبلش أمور إلها علاقة بالبيت تظهر على الساحة من الآن فممكن تهتم ببعض المساء العائلية أو بأحد أفراد العائلة بشكل كبير ولكن من ساعة المساء بتتركز الأمور بشكل كامل على الأمور اللي إلها علاقة بالعائلة فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك لأل هذا اليوم بالنسبة للبيت الخامس الأجواء تقريباً على المستوى العاطفي فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقارب بينك وبين الحبيب أو بينك وبين الأحبة ممكن اليوم تفكر بالخروج بنزهة أو نزوة معينة أو لقاء بينك وبين الحبيب ولكن بالمقابل ما تهمل صحتك وممكن تحمل لك قلق على أحد الأحبة واضبط أعصابك ما في داعي للإنفعل أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى الأمور الصحية برضو الأجواء بتحمل نوع من أنواع الضغط والتوتر العصبي أو القلق أو الوسواس حاولوا قدر الإمكان ما تتوسوسوا كثير وبرضو إنجزوا أعمالك وإن كثرت ما تخلوها تتراكم عليكم عشان ما يصير في ضغط وبرضو في نفس اللحظة ما يصيبك كسل وتتراكم الأعمال بشكل سلبي وما تقدر تنجزها برضو بتحمل نوع من أنواع المساعدة أو التعاون ما بينك وبين أحد الزملاء ولكن إحذر من النقاشات الحادة بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة أجواء جيدة يعني بتعزز من علاقتك بالشريك أو تعمل تقارب جيد ما بينك وبين شركائكم أو أحبائكم أو زوجتك أو زوجتك أو زوجك بالفترة هاي أهم شيء أنه بعده عن الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تتراكم عندك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمال أهم شيء أنك ما تخد تجربة وما تجازف ما تغامر ما تحاول أنك تتهور في الأمور المالية خلال هذا اليوم أما وليد العشرية الثالثة ممكن يحصلوا على بعض المكاسب أو تحصيل بعض المبالغ اللي بتيجي إلها علاقة بديون أو قروض أو يحصلوا على قرض أو دعم مالي بيجي من مؤسسات مالية بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا ضاغطة فعشان هيك اللي عنده امتحانة أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ بشكل كبير وفي نفس اللحظة اللي عنده سفر بده يتفقد عوراقه وأمتعته بشكل جيد ما يهمل لا صغير ولا كبير حتى الوقت بده يكون دارسه وحافظه بشكل جيد بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة برضو بتعزز من علاقاتك بشكل مناسب ما بينك وبين المسؤولين أو رؤساك أو زملائك بالعمل ممكن اليوم تسمع بعض الإطراء أو تنجز بعض الأمور اللي تسمع من خلالها كلام يكون فيه مديح أو ثناء على مجهودك أهم شيء زي ما حكينا خلي علاقاتك طيبة وإنجز عمالك بوقتها أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى العلاقات الاجتماعية على حسب مجهوداتك أو على حسب علاقاتك في منك ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد بلقاء الأصدقاء وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق في جمعة مثلا أو حوار أو لقاء اجتماعي أو مساعدة بعض الأصدقاء للكم في بعض الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الضغط عليكم فحاول قدر الإمكان أنك تنجز عمالك ما ترهق حالك كثير حاول تنتبه لراحتك بشكل كامل يعني موليد العشرية الأولى هم اللي عندهم مفاجآت على هاي الأمور بتكون لصالحهم ممكن صحة أحد الأحبة أو الاهتمام ببعض الأدوية أو المراجعات الطبية برج الصرطان طبعا القمر الآن موجود في البيت الثاني وهي زاوية جيدة معكم تفتح لكم مجالات جيدة على مستوى المكاسب والأرباح ممكن اليوم تهتم أو تنشط في بعض المسائل المالية بشكل كبير أو يكون عندك اتصالات بكم هائل وكل ما اقتربت لساعات المساء بتزيد كثافة الاتصالات أو الاهتمامات أهم شي انك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وما تلجأ لصرف الفلوس بدون حساب بالنسبة للبيت الثاني طبعا القمر موجود في البيت الثاني لساعات المساء فبظل في فرص لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة بتعالج استحقاق مالي أهم مش انك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك نوعا ما أو تتحسن المعنويات بشكل ملحوظ حاول قدر الإمكان زي ما حكينا ما تجازف بأمورك المالية فقط أما بالنسبة للبيت الثالث طبعا القمر رح ينتقل في ساعة المساء للبيت الثالث فرح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات بتكونوا حاولوا تكونوا أكثر وعي على الطرقات انتبهوا إذا كان عندكم امتحان أو مقابل اليوم بتكونوا تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء جيدة على مستوى البيت بتحمل بعض الحلول أو بعض المساعدات أو المناسبات أهم شيء أنك تنجز أعمالك المنزلية وتعمل تقارب بشكل جيد ما بينك وبين أفراد العائلة ما تخلي الخلافات والمشاكل تسيطر عليكم بشكل كبير وفي نفس اللحظة الأجواء الداعمة لإلكم ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالعقار أو إلها علاقة بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ضاغطة وتحمل سوء تفاهم أو نقاش أو حوار أو ردة فعل ما بينك وبين الحبيب حاول أنك ما تجازف فيها بشكل كبير أو ما تكبر الخلاف اللي عنده خروجة أو عنده نزهة أو فسحة أو حتى اتصالات اليوم مع الأحبة حاول قدر الإمكان ما تنتقد وتكون لاذع بطريقة التعامل مع الأحبة ممكن يكون فيه خلاف ما بينك وبين أحد الأبناء أو زعل أو عتم بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل فعندك إمكانية لإنجاز بعض الأعمال الضرورية أو المهمة ولكن الأهم من هيك بتكت حاولوا أنك تركبوا أو تركزوا على الصحة والشؤون الصحية وأخذ أدويتكم في وقتها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء للعشرية الأولى والثانية بتكون حادة فممكن يكون فيه خلاف أو نقاش أو حوار حاد جدا ما بينكم وبين شركائكم حاولوا تضبطوا عصابكم قدر الإمكان ولكن موليد العشرية ثالثة الأجواء بتكون إيجابية وبتعمل تقارب جيد ما بينهم وبين أزواجهم وبرضو فرصة لبعض الأشخاص تطوير أو مناقشة موضوع العلاقة بالارتباط أو الزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة بشكل سلبي على الأموال المشتركة فعشان هيك بتكونوا تديروا بالكم من أي مغامرة بالية بالفترة هاي بتكونوا تدرسوا المشروع أو تشاوروا أهل الاقتصاص أو تحوروهم في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بنقاشات أو حوارات بشكل واضح أهم إشي زي ما حكينا ما في داعي للمجازفات أو المغامرات المبالغ فيها يعني بمعنى آخر الإهتمامات بدها تكون مدروسة وخصوصا على المستوى المالي ممكن تتعرضوا لبعض المسائلات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالدراسة الجامعية والسفر ما في داعي تكونوا تجازفوا أو تغامروا أو تعتمدوا على الحضوض يعني بتكونوا تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد اللي عنده سفر أو عنده تنقلات الفترة صحيح أنه فيها إيجابية وبتدعمكم وخصوصا موليد العشرية الأولى ولكن برضو أنا بشوف أنه ضغط الكواكب ممكن يسبب نوع من أنواع التوتر فعشان هيك الاستعداد مطلوب ممكن تحمل لكل فترة هاي التواصل مع أجانب أو يجيكوا خبر من خارج البلاد أو تجيك معلومات يعني شوي تكون صادمة أو تلفت انتباهات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على أمور السمعة الفترة هاي مناسبة لتقديم طلبات التوظيف أو العمل وبرضو لتعزيز العلاقة ما بينكوا بين رؤساكم أو زملائكم بالعمل بشكل كبير بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا ضغطة على مستوى العلاقات والأصدقاء تحمل مفاجآت أو خلاف مفاجئ أو سوء تفاهم أو حدية بالطبع حاولوا قدر الإمكان تضبطوا عصابكم ممكن يكون في لقاء مفاجئ أو دعم مفاجئة أو يعني اتصالات أو ممكن دعم من أحد الأصدقاء لإلك بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة يبتدعماك على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي وممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة خلال هذا اليوم ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو ممكن تتواصل مع أحد الأحبة للإطمئنان على صحته مثلا أو البداية بيأخذ علاج أو أعشاب أو مكملات غذائية برج الأسد طبعا بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسع كل مبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هي بتحمل الإنفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر في ساعات المساء طبعا الأمور رح تتتوجه على الوضع المالي الإيجابي لإلكم ولكن في النهار بتقديروا بالكم من المصاريف والدفعات أو الالتزامات أو المغامرات المالية ولكن في ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهميش انكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من الضياع أو الصرقة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالاتصالات والحوارات فاليوم تنشطوا بكثير من الاتصالات ممكن تهتموا ببعض المسائل إلها علاقة بالهاتف والسيارة بإقناع بعض الأشخاص بفكركم ممكن تهتموا بالتواصل بشكل إيجابي أو تعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أهميش أنك تضبط عصبيتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتركز على مسائل إلها علاقة بالبيت ممكن كثافة الأمور العائلية شوية تخليك تتوتر أو تعصب ممكن تحتد من بعض التصرفات فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب إنجز الأعمال الضرورية والمهمة والمطلوب منك البيتي أو العائلي بشكل واضح ما تبالغ وما تجازف وما تغامر في كل هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة وبتعمل لك تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة والتواصل أو التفاهم أو التقارب ممكن تهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق في أحد الأبناء أو ممكن تهتم بأمور فكرية أو أمور فنية أو حتى شيء له علاقة بالخيال الأجواء إيجابية وبتدعمك بردو بقوة أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى العشرية الأولى والثانية بدهم يهتموا بصحتهم من بعض التقلبات الصحية أو الاترابات الصحية أو مسائل إلها علاقة بالعمل أو ممكن يتراكم عندكم مسائل إلها علاقة بالعمل أو أعمال موليد العشرية الثالثة ممكن يهتموا بإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم ممكن يحقق بعض المكاسب وفي منكم رح يهتم بشيء له علاقة بصحة أحد الأحبة أو أدوية أو أشياء من هذا القبيل ولكن برضو فرصة مناسبة لتعزيز علاقتكم ما بينكم وبين الزملاء أو إنجاز بعض الأعمال أو أعمال جديد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتسبب نوع من أنواع الضغط والتوتر اليوم فممكن سوى تفاهم أو خلاف أو تنزعج من تصرف الشريك بمثال ما أو تتناقش تتحاور معه أهم شيء أنك تمسك عصابك ما فيه داعي لأنك تخلي الأمور تتفاقم أو يكبر الخلاف ما بينكم ضبط الأعصاب برضو مطلوب بالنسبة للبيت الثامن طبعا على مستوى الأموال المشتركة الأمور طول النهار ضاغطة فبتسبب توتر أو قلق أو ممكن أنه تصعب عليك بعض الأمور المالية أو تحاول تجد داعم لا إلك أو تحاول أنك ترتب أوضاع أو ديون لا إلك حاول أنك تبعد عن المغامرات المالية قدر الإمكان لأن الأمور مش لصالحك بالنسبة للبيت التاسع الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل والامتحانات المقابلات التراسل الأخبار اللي ممكن تجيه من خارج البلاد حتى على مستوى الأوراق والمعاملات القانونية برضو إيجابية أهم شيء أنه إذا عندك امتحانة ومقابلة حاول تأديها بفترة اليوم في ساعة النهار أفضل من ساعة المساء بالنسبة للبيت العاشر الأجواء هنا بتركز على السمعة فما في داعي للمجازف أو المغامرة أو الخوض في أي مغامرة لها علاقة بالسمعة فما تشوي سمعتك نهائيا ما تحاول أنك أنت تظهر أشياء أو أسرار لأشخاص تأتمنهم عليها بعدين تستغل ضدك ابعد عن أي خلاف برضو ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالأصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء وفي منك ممكن يبادر أحد الأصدقاء لدعمك أو مساعدتك في مسألة ما الأجواء إيجابية وبرضو في نفس اللحظة ممتازلة إلك استغلها فممكن برضو تجد الحل عند أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت ضاغطة فعشان هيك بدك تنتبه على صحتك تنتبه من بعض التطورات الصحية إلك أو لأحد الأحبة أو ممكن تهتم ببعض المسائل الليلة لها علاقة بالأدوية أو العلاجات أو بعض الفحوص الطبية برج العذراء طبعا بما أن القمر مازال موجود في بيت المتاعب فرح نذكر بيت المتاعب يبل ما نذكر البيت الأول فبما أن القمر موجود في بيت المتاعب في الأسد لغاية ساعة المساء فبظل مسيطر عليكم التعب حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أو البدء بأي شيء جديد بالفترة لغاية ما القمر يوصل لعندك ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك اللي بتشعر فيه من تعب وتراجع في الصحة بيزول مع اقتراب ساعات المساء لما القمر يصير موجود عندك بتمتلق نشاط وحيوية بتقلب بعض الخيارات والتوجهات لا شيء بيناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات زي ما حكينا لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني بتركز على بعض الأمور المالية فممكن أنك أنت تهتم ببعض المسائل المالية أو تحقق بعض المكاسب ولكن حاول قدر الإمكان تبعد عن المصاريف لزيادة أو بعض الضغوط المالية لزيادة حاول أنك أنت تكون مرن وحاول في نفس اللحظة ما تتهور بالأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على الاتصالات اليوم في عندك حدية او عصبية او هدوء اه لحد يعني بسموها هيك انك ما الى خلق للتواصل بمعنى اخر اذا كان عندك امتحان او مقابلة حاول انك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظ وفي نفس اللحظة حاول انك انت اه ما تجازف وما تغامر يعني بدك تدرس وفي نفس اللحظة انت به اثناء قيادة السيارة على الطرقات اما بالنسبة الى البيت الرابع فالاجواء هنا بتركز على مسائل للها علاقة بالبيت ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية او انك تحل بعض المسائل اللي كانت مربكة الها علاقة بالعائلة او بالبيت او تهتم ببعض المشتريات او الترتيبات او حتى اهتمام ببعض المسائل العقارية بتكون الامور جيدة بالنسبة للبيت الخامس موليد العشرية الاولى والثانية بدهم يحذروا من تعاملهم او اثناء تعاملهم مع الاحبة لانه شوي في قابلية للعصبية والانتقاد والحدية او الخلافات ما بينكم او مع احد الابناء اما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة من موليد برج العذراء بيستفيدوا او بطوروا علاقتهم بشكل ايجابي ما بينهم وبين الاحبة والفترة هاي بتحمل لقاء او مغامرة او تلاقي او الحظ بدعمك في بعض المسائل اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ضاغطة على مسائل لها علاقة بالعمل تجد انه الاعمال ما بتمشي معك بسهولة وفي نفس اللحظة بتحمل نوع من انواع تراكم العمل عندك او خلافات او سوء تفاهم ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل الفترة هاي بدها نوع من انواع الحذر ما تغامر وما تجازف وفي نفس اللحظة تدير بالك انك تهمل اعمالك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء هنا بتركز بشكل ايجابي على علاقتك ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج بتحمل اشياء ايجابية او تواصل ايجابي او تطوير مرحلة جديدة ولكن ابعدوا عن الحدية بالطباع او فرض الرأي او السلطة وحاولوا قدر الامكان ان كتكونوا مرنين بالتعامل الفترة هاي متقلبة على مستوى بيت الشراكة في بعض الاوقات فبتكونوا حذرين اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة جيدة فالفترة هاي مناسبة لقرض او تسوي او حصول على بعض الدعم المالي وفي نفس اللحظة بتفتح مجالات جيدة لتوطيد العلاقة ما بينك وبين بعض الاصدقاء القدامى او شركاء المال وممكن تهتم بتحصيل اموال لالك او البحث عن داعم او عن مشروع مشترك ما بينك وبين اشخاص اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا بتركز على الاتصالات اللي بعيدة ديروا بالكوا الفترة هاي حد فاللي عنده امتحان او عنده مقابلة او عنده سفر بده يتفقد كل اوراقه بده يتفقد كل امتعته بده يتفقد كل شيء ضروري الاعلاقة بهاي الامور او يدرس ويستعد اذا كان عنده امتحان ما يعتمد على الحظ وبرضه في قابلية لانه يسمع خبر يزعجه او يصير توتر ما بينه وبين شخص خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء هنا بتركز على امور السمعة البيت جيد ممكن تعززوا سمعتكم بشكل جيد وتوضدوا العلاقة ما بينك وبين اشخاص مسؤولين او بمنصب معين او رؤسائكم بالعمل وبرضه فرصة لتقديم طلبات العمل ممتازة بالنسبة لبيتك 11 الاجواء على مستوى بيت الاصدقاء بتخليك يعني اما تشك اما تنتقد احد الاصدقاء اما يصير خلاف ما بينك وبين احد الاصدقاء فعشان هيك بدك تدير بالك من انها تتفاقم هاي الامور او تصل لمرحلة الصدام فحاول ضبط اعصابك وفي نفس اللحظة وطد العلاقة بشكل جيد ما بين الاصدقاء وابعد عن انك تطور الامور بشكل سلبي يوم وبعدين الرؤية بتتضح اليك اكثر اما بالنسبة لبيت المتاعب فذكرنا في بداية التوقع لبرج العذرة برج الميزان طبعا بيسألوا كثير من مواليد برج الميزان شو سبب الضغط اللي هم شعرين فيه لهم فترة وسبب الانتحاس والضغط والمشاكل اللي بيعانوا منها على المستوى العاطفي وبرضو على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل وليش التراكمات هاي اللي بتصير اول شيء كل الكواكب او معظمها تواجدت في بيتك الخامس اللي هو في الدلو وكانت بزاوية اقتران وعملت زوايا سلبي جدا ضغطتك على مستوى الحظ انو الحظ تخلى عنك على المستوى العاطفي مشاكل مع الابناء اه برضو صار سوء تفاهم ما بينهم وبين الاحبة في منهم انهوا علاقات عاطفية ووصلت مراحلة حتى للطلاق ودخلوا في مراحل اكتئاب ووسوس هذه مرحلة الان الكواكب انتقلت وخصوصا لما انتقال الشمس وانتقال الزهرة لما دخلوا على الحوت هذا بيتك السادس فعشان هيك عملة تقابل مع القمر وهاي ضغطتك برضو على المستوى الصحي على مستوى العمل وعلاقاتك في مكان العمل وسببت لك نوع من انواع الارباك فمنجد انه البيت الخامس والبيت السادس مضغوط بشكل كبير وبرضو الثور برج الثور مضغوط بشكل اكبر يعني عندك انت بيتك التاسع اللي له علاقة بيتك العاشر عفهم بيت السمعة برضو حدد اشياء لها علاقة بالعمل ورؤسائك بالعمل وسوء تفاهم ما بينك وبين بعض الاشخاص ووجدت بعض الاشخاص اللي تآمروا عليك او اكتشفت خيبات امل في بعض الاشخاص فعشان هيك اكثر ناس انضغطوا بالفترة الماضية او من اكثر الناس اللي انضغطوا غير الحوت غير الحمل برضو الميزان تسببت لهم في ضغط كبير في الفترة الماضية هاي صورة بسيطة عشان تعرفوا انه الاشي يعني مؤقت مش كتير ولكن انه يعني مع الايام الجاي ان شاء الله انها بتبلش الامور تتحلحل الان اليوم انتوا في ساعات المساء رح تدخلوا فترة فيها برضو صعوبة تمتد ليومين وربع بسبب تواجد القمر في العذراء بيت متاعبكم فهي برضو من الفترات الصعبة لغاية ما يوصل القمر لعندكم بعدين بتلاقوا الامور تغيرت وبتشعروا بنشاط وحيوية اكبر طبعا اليوم بما ان القمر موجود بالاسد فهو بيت العلاقات الاجتماعية فممكن اليوم تنشطوا بلقاءات او حوارات او تعامل ما بينكو بين الاصدقاء ولكن بسبب انت حاستو ممكن تسبب لكو بعض الخلافات او الحدية بالطباع اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا النفسية زي ما حكينا متقلبة بسبب تواجد القمر وتأثيراته فبتكو تضبطوا عصابكم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتركز على الامور المالية بتحمل بعض المصاريف او الاعباء المالية او الضغوط المالية فعشان هيك بتكو تنتبهوا على اموالكم من السرقة او ضياع او المبالغة في بعض الامور المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتركز على امور الاتصالات اليوم تنشطوا بالاتصالات والحوارات والتواصل لغاية ساعات المساء اهم شي انكو تضبطوا عصابكم ما في داعي للحدية او العصبية اللي عنده امتحانة ومقابلة بدهوا يركز بشكل جيد وانتبهوا اثناء القيادي على الطرقات اما بالنسبة للبيت الرابع في الاجواء ضاغطة على مستوى البيت بتسبب نوع من انواع الارباك لا خصوصا موليد العشرية الاولى والثانية موليد العشرية الثالثة الاجواء عندهم اريح بالعكس بتحمل مناسبات او لقاءات او حوارات جيدة ما بينهم وبين افراد العائلة ولكن بتكو تنتبهوا العشرية الاولى والثانية من اي خلاف او سوء تفاهم او انكو تهملوا اعمالكو المنزلية بالنسبة للبيت الخامس زي ما حكينا الكواكب اللي موجودة هاي صحيح انه الاجواء بوجود القمر بتعطي ايجابية ولكن صح بالطاقة منه بتسبب خلاف او سوء تفاهم ما بينكو بين الاحبة وممكن انكو تبالغوا من مصاريفكم او تتفششوا هروبا من الواقع لصرف الفلوس وبرضو سوء تفاهم ما بينكو بين احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فتواجد الكواكب خصوصا للعشرية الاولى وتقابلها مع القمر بدهم ينتبهوا على صحتهم من بعض التطورات الصحية او الاهتمامات الصحية بشكل كبير اما بالنسبة للعشرية الثانية والثالثة بتحمل لهم بعض الفرص الا انجاز بعض الاعمال او التفاهم ما بينهم وبين زملائهم او زملائهم يساعدوهم بانجاز بعض الامور بشكل ايجابي بالنسبة للبيت السابع طبعا الاجواء روتينية على حسب طريق التعاملكم ما بينكو بين الازواج بالفترة هاي او حسب ابراجهم فهي خالي من تأثيرات الكواكب فعلى حسب طبيعتكم تتعاملوا ولكن اجمالا انا بشوف الاجواء بتحمل نوع من انواع التفاهم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتسبب نوع من انواع الارباك على مستوى الاموال او الامور المالية فعشان هيك بتكن تنتبهوا من بعض الضغط المالي او تراكم الديون او المحاسبة او المساءل المالية وخصوصا بالاموال اللي ما بتعود لكم او المؤتمنين عليها او المشاريع او امور الها علاقة بالضريبة او القضايا المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا بتركز على مسائل اللي لها علاقة بالاتصالات البعيدة وتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اللي اهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة بامتحانات او مقابلات الاجواء ايجابية وبتدعمكم بشكل كبير فحاولوا انكم تستثمروها اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة الاجواء جيدة وبتدعمكم ولكن برضو لانه برج السرطان فعشان هيك منقولكم هو مضغوط بالفترة هاي فمنقولكم ديروا بالكم من اي شيء بشوه سمعتكم او ناس تتآمر عليكم بالخفاء وفي نفس اللحظة ما في داعي لا اي مخالفة للقوانين اما بالنسبة لبيتك 11 فالقمر بما انه موجود لساعات المساء فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة حاول انك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن الفترة هاي تحمل لك نوع من انواع التحالف مع الزملاء والاصدقاء والجيران اهمش انك ما تبقى وحيد وحاول انك تخرج للقاء الناس اما في ساعات المساء فالقمر بانتقل بصير في بيت المتاعب فعشان هيك من بداية النهار بتحسوا نبلش في نوع من انواع الضغط فبتدخلوا بفترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تحسم امر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض برج العقرب طبعا القمر بما انه موجود في الاسد معناته تربيع معكم فالامور بتضغط عليكم بشكل سلبي نفسيتكم مش بكامل طاقتها لا غاية ساعات المساء الاجواء بتصير ايجابية اكثر وبتحققوا انجازات بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالاموال ممكن اليوم يفتح لك باب لمكسب مالي او تحقيق بعض المكاسب من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم اهم اشي ضبط الاعصاب بصرف الفلوس ما تتفشش وتروح تشتري اشياء انت مش بحاجتها يعني نظم مصاريفك بشكل جيد بالنسبة للبيت الثالث طبعا الاجواء لموليد العشرية الاولى والثانية بدهم يديروا بالهم من العصبية والحدية وسوء التفاهم اثناء النقاش او الحوار او توجيه كلام ممكن يكون مش مستحب من قبل المتلقي فبتكون تنتبهوا اثناء الحوارات موليد العشرية الثالثة بينشطوا بالاتصالات بشكل كبير وممكن يروجوا لسلعة او لموضوع معين وبتكون الاعمال ايجابية او يكثر عندهم التنقل او الاعمال خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فبتكون تحذروا من اي خلاف او سوء تفاهم ما بينك وبين افراد العائلة انتبهوا لبعض الاعطال حاولوا تنجزوا اعمالك البيتية او المنزلية بشكل كبير ممكن اليوم يفتح بعض المجالات اللي الها علاقة بالمطالبات او المسائلات حاولوا تركزوا بشكل كبير على كل الاعمال المنزلية او العائلية ما تهملوا اي شيء وما في داعي اه للقلق اذا صار في بعض الاعطال او بعض الامور اللي الها علاقة بصيانة او ترتيب او وضع احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور تقريبا تحمل نوع من انواع سوء التفاهم فما في داعي للمجازفات العاطفية او سوء التفاهم او الحدية اثناء التعامل مع الاحبة حاولوا تضبطوا عصابكم بشكل واضح وفي نفس اللحظة انجزوا كل الامور بدون ما تعتمدوا على الحضوظ بهاي الفترة يعني الحظ مش قوي اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة وبتدعمكم على مستوى العمل وعلاقتكم بزملائكم او رؤساكم بالعمل وبرضو بتفتح لكم مجالات اما للاهتمام بالمسائل الصحية او مراجعات طبية او حتى بعض الحلول لا امور بتتعلق بصحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء هنا بتركز على خلاف او نقاش او حوار او سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك فعشان هيك منقول لك اضبط اعصابك ما في داعي للتهور وما في داعي حتى للحدية او سوء التفاهم ضبط الاعصاب مطلوب وفي نفس اللحظة احسن طريقة التعامل مع الشريك او مع الزوج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتركز بشكل جيد على الاموال المشتركة لو قدمت على طلب لامر قرض او مساعدة الفترة هاي بتدعمك حاول قدر الامكان لك ترتب امورك المالية المشتركة وبس اهم مش انك ما تغامر يعني ما في داعي للمجازفات اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ضاغطة على مستوى الامتحانات الجامعية والمقابلات او المناقشات او حتى على مستوى مسائل للسفر يعني اذا كان عندك سفر هتفقد اوراقك واذا عندك امتحان حاول تدرس وتستعد وما تعتمد على الحظ ممكن تتلقى اتصال او معلومات من خارج البلاد شوي تسبب لك نوع من انواع الانزعاج او تعاطف اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا اليوم بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل قدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم ممكن يكون التقدم هذا مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية او الشخصية المطلوب منك انك تكون على قدر من المسئولية يعني الفترة هاي فيها نوع من انواع صعوبة لغاية ساعات المساء بعدين القمر بنتقل وبصير في بيت حليف لا لك فعشان هيك بتنشطوا بين الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل او مناسب سعيدة او حتى انه ينجز بعض الاعمال بمساعدة احد الاصدقاء اهم اشي انك في ساعات النهار ما في داعي للخلافات او تدخل في شؤون اصدقائك عشان ما تنفهم غلط وكون واضح بكلامك وابتعد عن الانتقاد. اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء اليوم جيدة عن المستوى الصحي والمستوى النفسي ممكن تهتم ببعض الامور اللي الها علاقة بالغداء او التغذية او الادوية او حتى بصحة احد الاحبة الفترة مناسبة من ساعات المساء للبدء ببرنامج ممكن بتفكر فيه الو علاقة بالصحة او الو علاقة بتخفيف الوزن او حتى الاهتمام بهاي المسائل او بصحة احد الاحبة. برج القوس. طبعا بما انه القمر صار موجود في البيت التاسع عندكم مستقر واليوم لا اخر يوم فبظل النشاط عندكم عالي جدا عندكم طاقة كبيرة بلكن ديروا بالكم من التسرع والعصبية او الحدية بالطباع خلال هذا اليوم. اما التفشش في صرف الفلوس. انتبهوا على امالكم من السرقة والضياع. موليد العشرية الثالثة هم المستفيدين اللي ممكن يحصلوا على بعض المكاسب مالية بتيجي من عمل اضافية او مستردات او هبات. ولكن ما تبالغ بحضوضك. اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتطلب منكم الانتباه اثناء الحوار والنقاش لانك لاذع بالكلام او حد الطباع فممكن تتصرف او تتفوى ببعض الكلمات اللي تنحسب عليك انت فبدك تنتبه لكلامك وحوارك ونقاشك. اثناء قيادتك للسيارة برضو نفس الشي بدك تكون منتبه على الطرقات وممكن تحمل لك بعض الاعطال او المسائل اللي الها علاقة بالالكترونيات. اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا بتركز على مسائل الليها علاقة بالبيت وخلاف او جدال او حوار اللي علاقة بافراد العائلة حاول قدر الامكان انك تضبط اعصابك ما تهول امور وما تكبرها ممكن تظهر بعض الاعطال اللي تهتم فيها او بعض المصاريف او المشتريات اللي الها علاقة بالمنزل او العائلة او صحة احد الاحبة. اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء هنا بتركز على علاقتك بالاحبة الاجواء جيدة يعني بتجمع ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين الابناء. وبرضو بتفتح بعض المجالات اللي ممكن تدعمك الحظوظ فيها في بعض الاوقات. اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ضاغطة على مسائل اللي لها علاقة بالعمل. حاول ما تخلي اعمالك تتراكم عليك وفي نفس اللحظة انجز اعمالك بدون عصبية وبدون ما تهملها وانتبه لامورك الصحية من بعض التقلبات. اما بالنسبة للبيت السابع فالعلاقة ما بينك وبين الشريك اليوم جيدة بتحمل نوع من انواع الايجابية والتقارب الجيد. حاول قدر الامكان انك تستغل الفترة هاي لتوطيد العلاقات. ممكن تتراجع عن قرار سابق او تحمل لك هاي الفترة نوع من انواع المصالحة. اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا بتركز على الاموال المشتركة ومصاريف وضغوط مالية. ممكن عليك بعض المتطلبات او ترهق من سبب ترتيب وضع مالي معين او مطالبات مالية. اهم اشي اذا كان عندك مشروع او اوراق بدك توقع عليها حاول انك تدرسها وتستشير اهل الاختصاص. اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اليوم بما انه القمر موجود من الان لغاية ساعة المساء فبتنشطوا في امور العلاقة بالسفر او اتصالي بعيد او بتشارك في حملة او ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم. ممكن تلتقي بوجوه واراء وثقافات مختلفة اجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل. عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة مثمرة على جميع الاصعيدي. اما من ساعات المساء فالقمر بتنتقل للبيت العاشر فممكن اليوم تهتموا ببعض المسائل اللي بتكو كيف بتكو تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم اللي اجتماعية. اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل اهمش انك تتجنب الخلافات واسعى لتلطيف الاجواء. اما بالنسبة الى بيتك 11 فالاجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية من الان لغاية ساعة المساء راح تنشط ما بين الاصدقاء والمعارف وممكن يبادر احد الاصدقاء لمساعدتك في مسألة ما اهم شي انك انت تضبط عصابك زي ما حكينا ما في داعي للتهور ولا للقرارات المرتجلة يعني بمعنى اخر اكسب صديقك لانه ممكن عنده تجد بعض الحلول. اما بالنسبة لبيت المتاعب فبنقولك انه الظروف ضاغطة شوي فعشان هيك ما تهمل صحتك ما تهمل تغذيتك ما ترهق حالك بشكل كبير حاول تأخذ قسط من الراحة من وقت لاخر. وفي نفس اللحظة ممكن تقلق على صحة احد الاحبة او شخص ممكن هيك تقوم بزيارته او عياته بسبب وضع صحي معين. برج الجديد طبعا اليوم برضو مش بالقوة الهائلة بالنسبة لالكم. يعني ظروف ما زال فيها نوع من انواع الضغط بتكوا تحاولوا تتحملوا او تمشوا الامور بشكل روتيني اليوم لغاية ساعات المساء. من ساعات المساء الاجواء بتصير ايجابية وافضل لالكم بشكل كبير. هم اكثر المستفيدين من الجدي هم موليد العشرية الثالثة اللي ممكن يجدوا بعض الحلول او انه يكون عندهم بعض النشاط خلال هذا اليوم لكثير من المسائل موليد العشرية الاولى والثانية شوي ضغوط ممكن هي لتأثر عليهم او انه شوي مزاجهم يتقلب او يكون في عندهم كثير من الانشغالات. بالنسبة للبيت الثاني طبعا الاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالاموال. اه في منك رح يحصل بعض المكاسب او يحل بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم ولكن بدكوا تنتبهوا من المصاريف والدفعات اللي بتيجي بشكل مفاجئ. ممكن منها يجي اما استشفائي او علاجي او يعني بنوع من انواع اه المفروض عليه. فعشان هيك بتكوا تنتبهوا من المستغلين لكم. وبرضو من اه امور الها علاقة للنصابين والمحتالين او من سرقة وضياع بعض الاموال لا لكم. بالنسبة للبيت الثالث الاجواء هنا ضاغطة بشكل لانه القمر مقابلة مع الزهرة والشمس. الشمس ممكن تعطيك شوية نشاط وقدرة على النقاش والحوار ولكن في لحظات ممكن تصير عصبي او كلامك مش مفهوم او ممكن تنفهم بطريقة غلط. حاول انك ترتب امورك طريقة كلامك ما تدخل بشؤون غيرك. اذا عندك امتحان او مقابلة اليوم بدك تحاول انك تدرس وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضود. اما بالنسبة للبيت الرابع. الاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالبيت. الاجواء ايجابية ممكن اليوم تنشط ببعض الحركة الاجتماعية او العائلية. او تهتم بمسائل الها علاقة بالبنى بالعقار. بمشتريات او تصليحات ترميمات او حتى بصحة احد الاحبة. الاجواء فيها ايجابية. اما بالنسبة للبيت الخامس. فالاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالعلاقات العاطفية. ديروا بالكو من اي مشاحنات او مفاجآت او سوء تفاهم ما بينك وبين الاحبة. وفي نفس اللحظة يعني بدك تضبط اعصابك قدر الامكان. يوم برضو مش سهل على علاقاتكم العاطفية. بالنسبة للبيت السادس. الاجواء هنا بتركز على مسائل العمل. ممكن تنجزوا بعض الاعمال الضرورية والمهمة. وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية بشكل ايجابي. ممكن تهتموا بزملائكم او زملائكم ينجزوا عنكم بعض الاعمال. يعني في جو ايجابي على مستوى العمل والصحة. بالنسبة للبيت السابع. الاجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكة. ممكن شوية تعانوا من سوء تفاهم او خلاف او نقاش او حوار. ضبط الاعصاب مطلوب. ما تصعدوا الامور وما تزيدوا الخلافات والنقاشات مهما كانت الظروف. حاولوا ان تخلوا في تفاهم ما بينك وبين شركائكم بالمال والعاطفة وخصوصا ما بينك وبين الازواج. يعني ما في داعي للحدية. اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة او من تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة. ما بيناسبك اطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك ادارة المفاوضات بشكل جيد ولبق. ممكن تناقش موضوع ارث او موضوع مالي لغاية ساعات المساء. طبعا من ساعات المساء القمر بصير موجود في البيت التاسع لالكم. فعشان هيك اليوم مثلا بتنشطوا في مساء لالها علاقة بالسفر والاتصالات ولكن اللي عنده امتحان او مقابل بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ لغاية ساعات المساء. من ساعات المساء بتنشطوا في كل الامور اللي بتتعلق بالسفر والاتصالات والحوارات النقاشات الامتحانات بشكل ايجابي. في ساعات النهار بتكونوا حذرين من كل هاي الامور في الليل. الاجواء بتدخل مع ساعات المغرب تقريبا الاجواء بتصير ايجابية وممكن تجدوا بعض الحلول لبعض المسائل اللي لها علاقة بالاوراق القانوني والمعاملات. اهم اشي انه اليوم كله تكون اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن. اما بالنسبة للبيت العاشر فهون الاجواء بتركز على مسائل اللي لها علاقة بالسمعة. اليوم تقدروا تدافع عن سمعتكم. تقدموا طلبات اللي لها علاقة بالتوظيف او العمل او الدعموا من علاقاتكم مع زملائكم رؤسائكم بالعمل. وبرضه مع اشخاص دون منصب او وسطة او معرفة يحاول يساعدك في مسألة معينة. بالنسبة لبيتك احد عاشر الاجواء على المستوى الاجتماعي بدك تنتبه من اه تدخلك في شؤون الغير. ممكن كلامك ما يكون مفهوم او ممكن انه يتكشف لك امر الو علاقة باحد الاصدقاء اه شوي تستهى او صير غلاف او سوء تفاهم ما بينكو. ضبط الاعصاب مطلوب ممكن تنشط اجتماعيا بشكل كبير وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ولكن ما عندك الطاقة الكبيرة لهاي الامور. اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة برضو بتدعمك بشكل قوي على المستوى الصحي على المستوى النفسي وقدرتك على انجاز او اتمام اعمالك في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة يعني بامور صحة احد الاحبة او مراجعات طبية او يعني اشياء من هذا القبيل. بورج الدلو. طبعا القمر بما انه موجود مقابلكم فاليوم يعني عندكو قدرة على الامور المشتركة ولكن طاقتكم بتحسوا انه فيها نوع من انواع الضعف اهم من شي انكو تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات الصحية وفي نفس اللحظة حاول انك تشحن حالك بطاقة اللي ما تكون عصبي وحد الطباع. اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتركز على الامور المالية في بعض المصاريف او المتطلبات او المفاجآت المالية اللي ممكن تظهر هذا اليوم فحاول تبعد عن اي شيء له علاقة بالمصاريف الغير مدروسة وحاول انك ما تتهرب من الواقع لصرف الفلوس بشكل سلبي. اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم جيد على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل وقدرتكم على الاقناع عندكم سرعة بديهة عالية حتى على مستوى الامتحانات والمناقشات جيدة جدا اهم ايش انكو تنتبهوا اثناء قيادة السيارة. اما بالنسبة للبيت الرابع في الاجواء على مستوى البيت ما زالت فيها نوع من انواع الارباك بتسبب لك سوء تفاهم او حدية بالطباع ممكن تظهر بعض الاعطال او الخلافات او اللقاشات العائلية اهم ايش انكو تنجزوا اعمالكو بالكامل وفي نفس اللحظة دير بالك من التهور او اهمال وضع عائلي معين. بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء جيدة بتقارب ما بينكو وبين الاحبة او ما بينكو بين احد الابناء في منكو رح يهتم بمسائل عاطفية او تجميلية او يهتم في بعض المسائل اللي الها علاقة بالفكر او بامور الها علاقة بالفن. اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا ضاغطة على المستوى الصحي بدكو تراقبوا صحتكم بشكل جيد. وفي نفس اللحظة تراقبوا اعمالكو ديروا بالكو من تراقب الاعمال. وبرضو ديروا بالكو من الحوار الحاد. حاولوا قدر الامكان ما تدخلوا باي خلاف او نقاش مع زملائكم او رؤساكم بالعمل. وفي نفس اللحظة عزز طاقتك بشكل ايجابي على المستوى الصحي. اما بالنسبة للبيت السابع اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل اه بالطالب تعاون من طرف اخر اهم شي انك ما تنفعل وحاول الاضاءة على الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب برد ما تتسرع في اتخاذ القرارات لغاية ساعات المساء من ساعات المساء اه القمر بنتقل بصير موجود في البيت الثامن فبتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة حاولوا انك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرة تحاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالامور الثانوية وانتبه على اموالك من السرقة او ضيع. اما بالنسبة للبيت التاسع في الاجواء جيدة وبتدعمك برضو بشكل قوي فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد حتى ممكن اليوم تنجز امور الها علاقة بالمناقشة والامتحانات خصوصا الجامعية اللي عنده قضايا قضائية اوراق قانونية اليوم ممكن يتكون لصالحه. اما بالنسبة للبيت العاشر في الاجواء على مستوى بيت السمعة نقول لك دير بالك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما في داعي لمواجهة او مخالفة قانونية حتى سوء التفاهم ما بينك وبين بعض الاشخاص اللي بكونوا بمستوى مثلا رئيسك بالعمل او زميلك او المسؤول عنك دير بالك من الخلافات معاهم عشان يعني ما تكون الامور معاكسة لا اليك. بالنسبة لبيتك احداش الاجواء جيدة على المستوى الاجتماعي وهي فترة ممتازة لتعزيز العلاقة ما بينك وبين زملائك او رؤسائك حتى في العمل او برضو ما بينك وبين اصدقائك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء الاجواء ايجابية دعملها اليك بقوة وفي نفس اللحظة ممكن تستغل مناسبة اجتماعية او يدعمك احد الاصدقاء في مساعدتك في امر ما. بالنسبة لبيت المتاعب الاجواء ضاغطة شوي لانو طاقتك ضعيفة فانتبه على صحتك على اعمالك ما تخلي اعمالك تتراكم ممكن تقلق على صحة احد الاحبة موليد العشرية الثالثة ممكن يهتموا بامور الها علاقة بالغيبيات اكثر من غيرهم برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت السادس عشان هيك الامور اللي الها علاقة بالعمل والصحة هي اللي بتركزوا عليها اليوم بشكل اكبر طاقتكم ضعيفة عشان هيك بتكن تنتبهوا لصحتكم الامور الصحية وبرضو بتكن تنتبهوا على انجاز اعمالكم بشكل واضح. اما بالنسبة لبيت الثاني فالاجواء بتركز على مسائل الها علاقة بالمال اليوم ممكن تحصلوا بعض المكاسب المالية او بعض الارباح في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالدفعات او ترتيب وضع مالي معين اهم اشي انكم ما تبالغوا بالمصاريف وما تجازفوا بالامور المالية. بالنسبة للبيت الثالث الاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالاتصالات والحوارات في امور صعبة ممكن تظهر اليوم يصير فيه نقاش حاد او حوار حاد انتبهوا اثناء تنقلاتكم اثناء حواراتكم انتبهوا اذا كان عندكم امتحان او مقابلة حاولوا انكم ما تجازفوا وما تبالغوا يعني بمعنى اخر بدك ترتب امورك بشكل جيد حاول انك اه زي ما حكينا انك تنتبه لكلامك اللي ما يكون جارح وبرضو يكون مفهوم بشكل ايجابي. بالنسبة للبيت الرابع الاجواء على مستوى البيت تقريبا فيها ايجابية بالدعم من وضعكم بشكل ممتاز. وبرضو في نفس اللحظة بتحملك لقاء عائلي او تكاثف عائلي او دعم عائلي في مسألة ما ممكن تهتم ببعض المشتريات او المصاريف او معالجة بعض الاعطال او الخلافات العائلية. بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي. الاجواء اليوم ممكن تحملك هيك ضغط لدرجة انك تشعر ان الحظ تخلى عنك. فحاول قدر الامكان انت ما تبالغ بحضوظك. وفي نفس اللحظة انتبه لا اي كلام ممكن انه يستفزك من الحبيب. اه ممكن هيك تقلق على صحة احد الاحبة او يصير خلاف او نقاش ما بينك وبين احد الابناء. بالنسبة للبيت السادس طبعا اليوم ببدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجيا بسبب وجود القمر في الاسد بيتكم السادس. حاولوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك. بانتبهوا لغدائكم وراحتكم. لا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم. كون اكثر تنظيما واحسن ادارة الوقت. اتجنب اثارة العدوات واهمال وضعك الصحي. خذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن. طبعا بالنسبة لبيتك السابع. وخصوصا ان القمر رح ينتقل في ساعات المساء يصير في البيت السابع. فديروا بالكم من اي خلاف طيلة النهار ما بينكم بين الشركاء او الوسواس او القلق. ممكن تهتم بصحته او تهتم فيه بشكل كبير. او ممكن يصير فيه جدال او حوار ما بينكم في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم. كونوا اكثر تفهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الامور. ممكن تتراجع عن قرار سابق او تحملك الفترة هاي نوع من انواع المصالحة. اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا بتركز على مسائل الليها علاقة بالشراك المالية. ممكن اليوم تسعى لدعم معين او لحل بعض المسائل المالية او ممكن تهتم بدعم معين مالي. الاجواء بتدعمك بشكل قوي وممكن انك تحقق بعض المكاسب الايجابية. اهم ايش انك ترتب امورك المالية بشكل واضح. ما تبالغ ما تجازف. ما توقع على اوراق بدون ما تراجعها وتدرسها بشكل جيد. اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا ضاغطة على مسائل الليها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب. حاول قدر الامكان اذا كان عندك امتحان جامعي او مقابلة. احاول انك انت تدرس و تستعد بشكل جيد. اذا عندك سفر انتبه على الطرقات اثناء قيادة السيارة. اه برضو الفترة هاي ممكن انها تظهر بعض المسائل الليها علاقة بالقانون او بالمحاكم والقضايا. بالنسبة للبيت العاشر الاجواء هنا بتدعمك بشكل قوي على مستوى السمعة. ممكن تدافع عن سمعتك وممكن تعزز علاقتك مع بعض المسؤولين او حتى دعم من احد المسؤولين للكم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بعمل او عمل جديد او حتى بامور الها علاقة بمساعدة رئيسك بالعمل او زميلك لايلك في انجاز امور وبرضو بتدعمك على مستوى عمل جديد اذا حاب تقدم لوظيفة. اما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى العلاقات الاجتماعية الاجواء للعشرية الاولى والثانية ضاغطة شوي بتسبب خلافات او سوء تفاهم ما بينهم وبين الاصدقاء او المعارف. ممكن تحتد او تعصب او تكتشف امر اه الو للا احد الاصدقاء فهذا يستفزك شوي. موليد العشرية الثالثة الاجواء ايجابية. فممكن تكاتف او تحالف بعض الاصدقاء معكم. وممكن يبادر احد الاصدقاء لمساعدتك في مسألة معينة الاجواء تقريبا نقدر نحكي العشرية الثالثة فيها ايجابية كثيرة. اما بالنسبة لبيت المتاعب. فمن قولكو هنا ديروا بالكو لما زالت الاجواء اليوم مع الزوايا. رغم انه الجو داعم لالك شيئا ما على المستوى الصحي والنفسي. الا انه برضو صحة احد الاحبة ممكن عليها علامة استفهام. حاول ما تغامر وما تجازف ما تدخل اماكن مجهولة بالنسبة لالك. واحذر من بعض الاشخاص اللي ممكن يعني حاولوا يتآمر عليكو. رغم انه ما فيها الاشي اللي بخوف. الا انه برضو الحذر واجب من هاي النقاط. وبرضو صحتكم لازم انك تنتبهو لها غذائكم راحتكم بشكل كبير. هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم. يا رضى الله ورضى الوالدين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. اترككم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء.